كأمة تحتضن وتدعم وتتبنى هذه الحشد سميناها بأمة الحشد نعم هناك في العراق من يحاول مجددا ترسيخ الطائفية لكن هذه المرة عبر بوابة جديدة تسعى ميليشيا الحجد لتأسيسها استكمالا لدورها الذي تريد إيران أن يكون نسخة طبق الأصل عن حرسها الإيراني مشروع تبحث ميليشيا الحجد عن إيجاد مقومات له في مجتمع تعب من الطائفية والمحاصصة ولم تجد إلا بوابة العشائر للدخول منها وتأسيس مجلس يرأسه حسن هادي العامري ابن زعيم ميليشيا بدر قالت إنه يهتم بشؤون العشائر الداعمة للحجد ويكون حلقة الوصل بين الحجد والعشائر وتحذيره مما يسميها الهجمات المعادية والمزيفة وتشير مصادر حقوقية إلى أن خطورة إعلان تأسيس المجلس تأتي مع تفاقم أزمة السلاح المنفلت والنزعات العشائرية حيث تتوجه الميليشيات لإحداث انقسام حد آخر في المجتمع وتسليحه من جديد في وقت تسعى القوى السياسية والميليشيات إلى فرض هذا الواقع وتعزيز نفوذها في تلك الأيام الأيام المباركة نعم كانت أيام الدماء وأيام مأساة لكن أنا أجدها إنها رسمت معالم العراق الجديد نحو سطوة بقوة مطلقة إذن تتجه ميليشيا الحجد في وقت تعجز السلطات الحكومية عن الإفاء بتعهداتها لإنهاء النزاعات العشائرية والسلاح المنفلت والذي بلغ مستوى ترسانته في البصرة وحدها ترسانة فرقتين عسكريتين بحسب تصريحات قائد شرطة المحافظة السابق رشيد فليح في وقت تستمر ذات السلطات العاجزة بالوقوف أمام الميليشيات بقمع أصوات الشباب المعارضة لها بدعم ذات الميليشيات والتي تهدد ما تبقى من دولة في العراق ترجمة نانسي قنقر